قامت إدارة مصنع خاص للمياه المعدنية في ولاية جالمة بتوزيع شحرات كبيرة من المياه المعدنية على مستشفيات ولايتي جالمة والسقهراص على غرار مستشفى بوشاقوف وكذا ابن رشد المستشفى الجهوي وذلك لمساعدة أناس يخاطرون بأنفسهم في سبيل الوطن والمواطن لازالوا بصفوف الأولى لمجابهة فيروس كورونا حيث أكد القائمين على المصنع بضرورة تقديم مساعدات لإخواننا من موظفي قطاع الصحة هشام جسبي عدلنا بتالي تزامنا مع الأوضاع الصحية التي تمر بها الجزائر والعالم رفعنا من نسبة الإنتاج بأكثر من 20% وذلك لتوفير المنتوج للمواطن مع التأكيد على بقاء السعر المقنن للمنتوج بالإضافة إلى القيام بمبادرات تضامنية تتمثل في توزيع شحنات كبيرة من المياه المعدنية على موظفي وعمال قطاع الصحة هذه المبادرة بدون استثنات تمسي الموظفين والمرضى على حد السوا خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتمر بها البلاد